باقي ايام على لعبة بوكيمون لجند RCS اللي تعتبر نقلة نوعية كبيرة في تاريخ السلسلة وبداية لنوع جديد من العاب بوكيمون اللي هو اكشن ار بي جي في هذا الفيديو رح احكي كل معلومة قدرنا نعرفها عن اللعبة وراح احكي عن التسريبات بالتفصيل بس ما رح اعرض اي صورة من اللي تسربوا لتجنوا بالمشاكل نيتندو ما بترحم اي قناة بتسرب اي صورة او مقطع المهم قبل ما نبدأ لا تنسونا من دعمكم اذا عجبكم المقطع اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة رح احاول بهذا الفيديو اجمع كل المعلومات اللي تم الكشف عنها في عروضهم الاخيرة يمكن ينزل عرض اخير من هون لاصدار اللعبة بس ما رح يكشفوا كثير معلومات لانه سياسة بوكيمون الجديدة بتخلي اغلب الشغلات مفاجئة للناس يكتشفوها بنفسهم مثل ما شفنا في سورد انشيلد بداية تم معلومات عن اللعبة بشكل عام اللعبة ما رح تكون عالم مفتوح بشكل كامل رح تطلع مهمات مشابهة لالعاب مونستر هنتر وتتحدى بوكيمونات متوحشة وبتهاجم البشر وبتميزهم بانه حجمهم كبير او عيونهم لونها احمر غالبا بس تفوز عليهم رح تقدر تسيطر عليهم وتصيدهم التحديات رح يزيد مستواها بشكل كبير مع الوقت الحلو انه ما رح تكون سهلة واذا خسرت في التحدي رح تفقد الاشياء اللي جمعتها من المنطقة رح تقابل بوكيمونات بطريقة كتقدر تتحداهم وتصيدهم وحركة البوكيمونات في هالجزء اكثر حيوية من سورد انشيلد رح تلاقيهم نايمين او بلعبوا او متخبيين وممكن يهربوا منك اذا قربت عليهم بطريقة سريعة وخوفتهم فيها من ضمن البوكيمونات اللي بتلاقيهم البوكيمونات الاساسية في لعبة دايمن اند بيرل اللي هم بيبلوب تشيم تشار وتيرتويق هذول كانوا اختيارات بداية اللعبة في دايمن ان بيرل اللي نزل لها ريميك قبل كم شهر رح تلتقي فيهم وتقدر تضمهم لفريقك وبمناسبة الحكي عن دايمن ان بيرل اذا كنت لاعب الريميك اللي فات وعندك تخزين على نفس الجهاز اللي هتلعب عليه بوكيمونات ليجند ارسيس رح تحصل على شغلات مهمة اول شي رح يعطوك لبس لشخصيتك بالاضافة للبوكيمونات شيمن ورح تحصل على مهمة خاصة لتصيد البوكيمونات دارك راي هذا رح تحصل عليهم سواء عندك نسخة دايمن او بيرل وبالقصة رح يتحدد لك مسار او فريق رح تنضم له حسب النسخة اللي لعبتها اللعبة رح تخليك تنضم له واحد من فريقين الاول تيم دايمن والثاني تيم بيرل ومثل ما حكينا الفريق بتنضم له حسب النسخة اللي عندك طب اذا عندك النسختين او اذا ما لعبت ولا نسخة منهم صراحة ما عندي علم بس اكيد رح يخلوك تختار طريق منهم ما علينا المهم اذا كنت مع فريق دايمند رح يكون صديقك بالرحلة ادما اللي بيكون معه البوكيمونات ليفيان واذا كنت مع فريق بيرل رح تكون مع ايريدا اتوقع اسمه هيك ومعها البوكيمونات غليسيان الاثنين من تطورات ايفي وتطورات ايفي كلهم موجودين في اللعبة المهم بوكيمونات اطلقوا عرض كشفوا فيه عن الشخصيات هاي وورجونا جزء من الحوارات وواضح فيه شيء بعظمه ومسمينه طبعا سينو اسم المدينة في المستقبل بس شكلها كانت على اسم واحد من البوكيمونات الاستورية ممكن يكون ارسيس ممكن ديالقة او بالكيا رح يبين معانا في اللعبة وعلى سيرة ارسيس البوكيمونات اسمه ارسيس بالياباني وبالانجليزي بيحكوا اركيس فاللغضين صح مبدئيا وحكينا عنه معلومات في فيديو سابق ضروري تحضروه اذا مهتمين باللعبة واذا حابين تعرفوا معلومات اكثر عن تاريخ المدينة وقصتها وقصت البوكيمونات الاسطورية فيها المهم انه هاي اللعبة رح تتكلم عن ارسيس وقصته وبالاخر رح يكون هدفك توصله او تتحدى او تصيده بس حسب التسريبات ما رح تقدر تصيده الا لما تجمع كل البوكيمونات في اللعبة والبوكيمونات في اللعبة مأخوذها من الاجزاء الاربع الاولى مش كلهم موجودين ما رح تشوف بولباسور تشارمندر سكويرتل بس رح تشوف اغلب البوكيمونات الثانية من الاجيال الاربع الاولى بالاضافة لكم بوكيمونات زيادة لهم اشكال جديدة قبل ما احكي تفاصيل عن البوكيمونات بدي احكي كم شغلة عن العالم على السريع الشركة عرضت قبل فترة صور جديدة عن العالم فيها اختلاف في المناطق مثل براكين وثلج وصحرة وجبال وغابات وبحر وانهار وبحيرات هاي الاشياء كلها موجودة في مدينة سينو بالاساس او هسو في هذا الجزء وهي مستوحة من مدينة هوكايدو اليابانية اللي فيها كثير اختلافات في المناطق وتنوع فيها جبال بركانية وفيها بحيرات فيها كثير امور من اجمل المدن اليابانية هوكايدو المهم انه كل منطقة لها بوكيموناتها الخاصة في اللعبة والاهم هي وسيلة التنقل بالمنطقة الشركة اعلنت انه فيه اربع وسائل تنقل شفنا منهم البوكيمون الغزال تطور ستانتلر هاد مش عارف كيف باللفظ اسمه تقدر تستخدمه ليسهل عليك الحركة في الغابات وتصير اسرع وشفنا هاي السمكة اللي رح تقدر تركب عليها بالبحر او النهر وتنتقل على ظهرها وهاي والغزال بوكيمونات جديدة ما كانوا موجودين من قبل بس بهذا الجزء طلعوا وهما تطورات لبوكيمونين سابقين الاول ستانتلر من الجيل الثاني والسمكة تطور لبسكولن من الجيل الخامس الثالث هو بوكيمون قديم برايفري بس بشكل جديد عاملينه اللي لاعب سلسلة بوكيمون بيعرف انه هذا من الجيل الخامس وراح يكون المستوى الاول منه موجود بشكل ضبيعي في هذا الجزء وراح يطور للشكل الجديد من برايفري اللي نوعه فلايوسايكيك بيختلف عن النوع القديم وراح تقدر تطير من خلاله وتتنقل فوق المناطق ورابع وسيلة نقل ما تم الاعلان عنها الهلا بس كان فيه تسريبات كبيرة انه هي تسلقوا للجبال الصور ما بيانت انها وسيلة نقل او لا بس حسب التسريبات انها راح تكون وسيلة نقل الرابعة راح يكون فيه بوكيمون جديد مسؤول عن وسيلة النقل هاي راح نحكي عنه بعد شوي بخصوص البوكيديكس وهذا المهم هلا وهون فيه حرق لعشاق السلسلة اللي بيحبوا يكتشفوا اللعبة بنفسهم الشركة بتتعمد تخفي هاي الامور عن الناس فاذا حابب ماين حرق عليك لا تكمل الفيديو من هون هو انا شخصية ما بشوفها حرق لانه هذا مش شي رئيسي بالقصة بس ما علينا كل واحد وراحته البوكيديكس 90% منه من الاجزاء الاربع الاولى بتركيز اكبر على الجيل الرابع لانه هاي هي مدينتهم ما راح نشوف الستارترز القادمين ولا راح نشوف بوكيمونات من الجيل الثامن نهائيا اللي هو سورد انشيلد راح نبدأ اللعبة بواحد من ثلاث اختيارات وكل واحد فيهم برجع لجيل معين سندكويل من الجيل الثاني واشوات من الجيل الخامس ورولت من الجيل السابع وحسب التسريبات الثلاث هدور راح يكون لهم تطورات جديدة بتختلف بالشكل والنوع عن التطورات القديمة تعتهم يعني سندكويل كان بتطور لكويلافا بعدين تايفلوشن تايفلوشن هو تطور الاخير اللي نوعه بس فير في هذا الجزء حسب التسريبات راح يكون شكله غير ونوعه فير وغوست اوشوات بتطور بالاخير لسامورات سامورات نوعه مائي بهذا الجزء راح يصير ووتر ودارك رولت بتطور بالاخير لديسي جواي اللي نوعه غراس وغوست بهذا الجزء بصير غراس وفايت اشكالهم لهلأ ما بيّنت ولا تسربت بس الانواع تسربت قبل فترة من عدة مصادر وكلهم بيأكدوا نفس الكلام فاحتمال كبير تكون التسريبات مؤكدة البوكيمونات اللي بالصورة كلهم اقدام مع عدى اللي اعلنوا عنهم بالأول الصورة تسربت من زمان قبل ما نشوف الشكل الجديد من فولتر بوزرورك وهذا بيأكد صحة اغلب التسريبات وعموما انواع البوكيمونات الجديدة مكتوبة بالصورة بتقدروا تشوفوهم على اليسار هذول بوكيمونات جديدة تماما وهم سبعة اللي اعلنوا عنهم موجودين صورهم فوق واللي تحتهم هذول بوكيمونات قديمة من نعرفهم من زمان بس راح يكون لهم تطور جديد في هذا الجزء مثل سنيزل كويلفش و أورسرينغ الثلاث اللي تحت بالآخر هذول الجندريز من الجيل الخامس راح يصر لهم رابع في هذا الجزء والأربعة راح يكونوا موجودين في اللعبة على اليمين البوكيمونات اللي إلها أشكال جديدة لهلأ ما شفنا إلا شوي منهم و راح نتأكد من صحة التسريبات في الأيام القادمة طريقة الختال في اللعبة تيرن بيس RPG بس حسب التسريبات ما راح تكون بعمق وتعقيد سوردان شيلد ما راح تقدر تخلي بوكيموناتك تحمل ايتمز والبوكيمونات ما راح يكون عندها ابيلتيز و طريقة الايفيز راح تكون مختلفة أو مبسطة اللي هي تدريب البوكيمونات ولهلأ ما فيه أي إعلان واضح إذا اللعبة فيها أي نوع من أنواع الأونلاين أو لا بس أعلنوا رسمي أنها راح تدعم تطبيق بوكيمون هوم يعني راح تقدر تنقل بوكيموناتك من اللعبة للتطبيق بس ما أتوقع الدعم يكون مع الإطلاق المعلومات اللي بهذا الفيديو بعد كم يوم راح يبين إذا كانت صحيحة أو لا و راح نكتشف مع الوقت كل تفاصيل اللعبة إحنا في الفريق متحمسين جدا لتجربتها كونها نوع جديد و طريقة جديدة تماما في سلسلة ألعاب بوكيمون و راح يكون إلا مراجعة كاملة للعبة بالقناة احكونا بالتعليقات إذا متحمسين للعبة أو لا كان معكم عماد من ليفل أب في أمان الله ترجمة نانسي قنقر